إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أجد تفهم غي آياء من جزء 17 قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ مشيت مباشرة تم تفسير بن كثير نشوف المعنى ديال هذه الآية وجدت فيها بشارة عظيمة يقول بن كثير رحمه الله إِنَّ اللَّهَ تعالى يُخْبِرُ أَنَّهُ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ تَوَكَّلُوا عَلَيْهُ وَأَنَابُوا إِلَيْهُ شَرَّ الْأَشْرَارُ وَكَيدَ الْفُجَّرُ وَيَحْفَضُهُمْ وَيَكْلَأُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ كما قال الله تعالى أليس الله بكافٍ عبده وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ نَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وقال إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهي الخيانة في العهود المواثق نظن بلي هذه الآية واضحة والتفسير ديالها واضح ولكن ضروري نخرج منها بعد الفوائد التربوية العظيمة باش تكتمل الصورة إيوه أجد فهم معي هذه الآية في الحقيقة اللي يخوف نكتر في هذه الآياء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أي خائن في الأمنة اللي يحمل الله سبحانه وتعالى وضيح حقوق الله سبحانه وتعالى ويخونها ويخون الخلق ومن بعدها هو كفور لنعم الله الله يعطيك الإحسان وبالمقابل العبد يعطيك الكفر والعصيان وهذا ما كيحبوش الله سبحانه وتعالى وكيبغضو وغذي يجازيه على الكفر دياله والخيانة والأمر صعيب كما شفتو هذه الآياء كتضمن مجموعة من توجيهات طربوية اللي كتكسب الإنسان المسلم من استقرار وطمئنة نفسي في خضم هذه الحياة اللي صبحت كتموج بكثير من الفتن والمنغصة لذلك ارتب الله سبحانه وتعالى الإيمان الخير الوافر والنعيم العظيم واللي ما كيتتاصفش بالإيمان فاته خير كثير والتحرم نعام عظيمة سمع معايا لهذه النعام حصوا الأجر العظيم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما استغفار حملت العرش لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كذلك موالة الله سبحانه وتعالى لهم ولا يذل من وله الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة انتاعوا باشي تبت المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا عندهم درجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حصوا العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين حصوا للرفعة في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إعطاؤهم كفلين من رحمته سبحانه وتعالى وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة انتعذونك ديالهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الود لجعله سبحانه وتعالى لدوك المؤمنين بأنه كيحبهم يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم كيأمنهم الله سبحانه وتعالى من الخوف الوقت لكيشتد فيه الخوف إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى منامن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جعل لهم الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم هدى وشفاء قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قد شمزيان غيه وخص الإيمان اتبعوا العمل الصالح ويقترن به من عمل صالحا من ذكرنا ونثى وهو مؤمن فننحيينه حياة طيبة وننجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقوله سبحانه ومن عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب اللي خصنا الركز عليه اليوم تقوية الإيمان في نفوسنا واللي ضيرين بنا بالحرص على الطاعات واجتين بالمعاصي وغرسها تشكونوا في نفوس الناشئة منذ نعومة الأظافر ديالهم كما يقال ونعلمهم يتحمل المسؤولية والأمانة ويبتعدوا عن الخيانة وكما ديما اكتب الآية اللي أطرت فيك بزاف من هذا الجزء في التعليقات وغادي تكون مشارك معنا في الأجر من تاع البرنامج القرآني أجي تفهم غي آية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته 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 وبركاته